هل يمكن للمملكة العربية السعودية الحصول على استضافة كأس العالم لكرة القدم بعد رونالدو وعرض بقيمة مليار دولار لمبابي يرغب السعودية في أن تكون مستضيفة لكأس العالم لكرة القدم في عام 2034؟ يقود الأمير محمد بن سلمان رؤية عشرين ثلاثين وكرة القدم جزء كبير منها تخضع المملكة العربية السعودية لتحول حيث يتم تعزيز الثقافة ويسمح للنساء بقيادة السيارات وتنظيم الحفلات الموسيقية ولكن لماذا تريد السعودية تنظيم كأس العالم؟ السعودية لا تريد الاعتماد على إرادات النفط والأمير محمد يرغب في إيجاد اقتصاد بديل هنا تأتي رؤية الأمير محمد لعام 2030 في الصورة وكرة القدم ستلعب دوراً كبيراً في ذلك يرغب الأمير محمد في أن تكون السعودية مستضيفة لأكبر حدث رياضي في العالم لقد حصل بالفعل على فورمولا 1 ودابيو دودلي بيو إي لايف غولف وكأس العالم في قطر غيرت قصة قطر مع الأمير محمد في السلطة فإن الأمور تبدو واثقة للحصول على تنظيم كأس العالم لعام 2034 في السعودية ولكن هذا ليس كل شيء الأمير بن سلمان يريد أن يصل الدوري السعودي إلى نفس مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز والليجا، سيريا آ وغيرها من الدوريات الكبيرة انضم رونالدو إلى النصر بصفقة قيمتها 200 مليون دولار سنوياً ثبتت هذه الصفقة حقيقة أن رؤية الأمير محمد فتحت أبواب المستقبل للسعودية لكن هل ستتوقف السعودية هنا؟ ربما لا أولاً رونالدو، ثم يريدون ميسي ثم ذهب السعوديون وراء مبابي بعرض بقيمة مليار دولار ولكن لم يتمكنوا من التوقيع مع أي منهم الآن يمكنك أن ترى لاعبي كرة القدم من جميع أنحاء أوروبا ينضمون إلى فرق سعودية بنزيما من مدريد كانتي، من تشيلسي، محرز، من مانشستر سارسيلو، بروسوفيتش، من انتر ميلان، وساديو ماني، من بايرن ميونيخ سنرى المزيد من المدربين الشهيرين يدربون في الدور السعودي الأمير محمد لديه كل الأدوات لتحدي كرة القدم العالمية والحصول على استضافة كأس العالم لذا، هل يمكن للسعودية الحصول على كأس العالم؟ فيفا، عشرين، أربعة وثلاثين